تاريخ الأردن والرasta طالبات العزيزات نفتح الكتاب على الدرس ونتابع مع بعض أول شيء نحكي عن موقف الشريف الحسين بن علي من القضية الفلسطينية الانتحان خلال الشريف الحسين بن علي من القضية الفلسطينية اليوم انتهت الإلهي وانتأكد الع 보� inviting الانتحان معاهدة سايكس بيكو ووعد بالفور حيث قال في إحدى بركياته من الذي قال الشريف الحسين بن علي لا أقبل إلا أن تكون فلسطين لأهلها العرب ولا أقبل بالتجزئة ولا بالانتداب ولا أسكت وفي عروق دم عربي عن مطالبة الحكومة البريطانية بالوفاء بالعهود التي قطعتها للعرب إذن أول موقف من مواقف الشريف الحسين بن علي من القضية الفلسطينية اللي هي رفض معاهدة سايكس بيكو ووعد بالفور موقف الثاني رفض الشريف الحسين بن علي المشاريع والمخططات والمساومات البريطانية التي لا تقود إلى دولة عربية واحدة شاملة للأقطار العربية كلها وفي مقدمتها فلسطين إذن مواقف الشريف الحسين بن علي رفض معاهدة سايكس بيكو ووعد بالفور رفض المشاريع والمخططات والمساومات البريطانية التي لا تقود إلى دولة عربية وفضل النفي منه شريف الحسين بن علي رفض النفي على أن يفرط في حقوق الأمة العربية والإسلامية أو بأي شبر من أراضيها المقدسة إذن مواقف الشريف الحسين بن علي من القضية الفلسطينية واحد رفض معاهدة سايكس بيكو ووعد بالفور رفض المشاريع والمخططات والمساومات البريطانية التي لا تقود إلى دولة عربية واحدة شاملة للأقطار العربية كلها وفي مقدمتها فلسطين وفضل النفي على أن يفرط في حقوق الأمة العربية والإسلامية أو بأي شبر من أراضيها المقدسة وتوفي الشريف الحسين بن علي رحمه الله عام 1931 في عمان ودفن بناء على وصيته في رحاب المسجد الأقصى إذن هذه كانت مواقف الشريف الحسين بن علي من القضية الفلسطينية هسا نحكي عن موقف الملك عبد الله الأول ابن الفتين من القضية الفلسطينية اللي كان اسمه أو سميه بشهيد الأقصى طبعا الملك عبد الله الأول صار على خطى ونهج والده الشريف الحسين بن علي تجاه القضية الفلسطينية والقدس وكان الملك عبد الله الأول من أشد أعداء الحركة الصهيونية وأطماعها في فلسطين بل الملك عبد الله الأول مشاعل خطى والده الشريف الحسين بن علي تجاه القضية الفلسطينية وكان من أشد أعداء الحركة الصهيونية وأطماعها في فلسطين وتمثل ذلك في العديد من المواقف منها إذن ما هي أهم مواقف الملك عبد الله الأول ابن الحسين واحد دعوت الملك عبد الله الأول العرب إلى عدم التعامل مع اليهود أو بيعهم عقارا أو أي أرض بصفتهم محتلين إذن أول موقف دعا إلى عدم التعامل مع اليهود تنين مقاومة الملك عبد الله الأول دعوات لتقسيم فلسطين إذن الموقف الثاني قاوم دعوات التي كانت تدعو إلى تقسيم فلسطين وموقف مشرف آخر للملك عبد الله الأول ابن الحسين اللي هو دفاع الجيش العربي الأردني تحت قيادة الملك عبد الله الأول عن فلسطين والقدس في حرب 1948 إذن من مواقف الملك عبد الله الأول ابن الحسين اللي هو دعا إلى عدم التعامل مع اليهود تندعوة الملك عبد الله الأول العرب إلى عدم التعامل مع اليهود ومقاومة دعوات تقسيم فلسطين ودافع الجيش العربي الأردني تحت قيادة الملك عبد الله الأول عن فلسطين والقدس في حرب 1948 ومن أقواله المشهورة عن القدس اللي هي أقوال مين؟ ملك عبد الله الأول شو هي أقواله المشهورة أو من أقواله المشهورة؟ سأذهب إلى هناك وأموت على أسوار المدينة هذه كانت مقولة مشهورة للملك عبد الله الأول ابن الحسين ومن مواقفه أيضا إتمام وحدة الضفتين الشرقية والغربية عام 1950 ومن مواقفه أيضا رفض الملك المؤسس اللي هو الملك عبد الله الأول ابن الحسين رفض إعطاء اليهود ممرا إلى حائط البراق إذن من مواقف الملك عبد الله الأول ابن الحسين دعا إلى عدم التعامل مع اليهود ومقاوم الدعوات تقسيم فلسطين ودافع عن فلسطين في حرب 48 وإتمام وحدة الضفتين عام 1950 ورفض الملك المؤسس اللي هو الملك عبد الله الأول ابن الحسين إعطاء اليهود ممرا إلى حائط البراق إذن هاي مواقف المشرفة للملك عبد الله الأول ابن الحسين تجاه القضية الفلسطينية لكن شاءت الأقدار أن يدفع الملك عبد الله الأول حياته ثمنا لمواقفه في الدفاع عن فلسطين ليرتقي شهيدا في المسجد الأقصى بعد أن نالت منه يد الغدري وهو يهم بالدخول لتأدية صلاة الجمعة عام 1951 وكان قد أوصى بأن يدفن إلى جوار والده الشريف الحسين بن علي في القدس إلا أن ظروفا قاهرة حالت دون ذلك ودفن في عمان رحمه الله إذن ملك عبد الله الأول ابن الحسين أو شهيد الأقصى سمي بشهيد الأقصى لأنه أغتيل من يد الغدر في القدس أو في المسجد الأقصى وهو يهم بالدخول لتأدية الصلاة ودفع حياته ثمنا لمواقفه في الدفاع عن فلسطين ودفن في عمان رحمه الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر